السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم السبت سبعة تشرين الثاني اكتوبر شهر عشرة القمر اليوم طوله موجود في برج السرطان في ساعات متأخرة يعني ما قبل منتصف ليل بنصف ساعة بتوقيت جرينتش يعني الساعة 11 و23 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش رح ينتقل القمر لبرج الأسد فما رح نذكر اليوم تأثيرات الأبراج لما ينتقل لبرج الأسد في حلقة الغد بنحكي كأنه في برج الأسد ولكن اليوم توقعاتنا للقمر أنه موجود في برج السرطان ولكن رح نذكر خلو المسار وما إلى ذلك القمر اليوم موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل إلى غاية الساعة 20 و50 دقيقة من عصر اليوم السبت بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر بما أنه موجود في برج السرطان أغلب اليوم معناته بتظل قوة العاطفة والمشاعر والحساسية الزائدة هي اللي بتسيطر على جميع الأبراج في خلال هذا اليوم منحاول التواصل مع أحبانا وأطفالنا من ميل القيام بأشياء بتسعد من حولنا من ناحية أخرى بعض الأشخاص ممكن هيك يتذكروا أمور قديمة أو ذكريات قديمة تجعل البعض منهم أنه يبكي أو يحزن احنا بحاجة في هاي الفترة لمزيد من الاهتمام بخصوص الأكل لأنه بالفترة هاي شهيتنا بتكون مفتوحة على الأكل بشكل كبير فعشان هيك ممكن اللي بيعملوا برامج داية اليوم يخربوا الدنيا كمان ما لازم اليوم ننتقد أي شخص لأنه حساسية الجميع بتكون في ذروتها فعشان هيك ممكن يتحسسوا من أي كلمة أو أي تصرف بإمكاننا خلال هذا اليوم الاهتمام بمسائل لها علاقة بالعقارات زي شراء أو استئجار أو بيع عقار والاهتمام أكثر بأطفالنا وقضاء وقت ممتع بالمنزل مع العائلة تحديدا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثمانية واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميل لكل ما هو غريب ومدهش أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ثنتين وثمانية وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة برضو بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا ابتمنحنا كفاءات عالية جدا للعمل في الأمور الفنية والمسرح والروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة خمسة واربعة وعشرين دقيقة بالساعات المغرب تقريبا بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكونوا محبطين عاطفيا بالفترة هاي عادي من عند أي انتقاد ممكن أنه يعني ينفجر من الغضب تجعلنا عبدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا بتدفعنا لأقصى الحدود بالخيال بشكل سلبي وبتسببنا خصومات مع النساء ويستحصن أن لا نقوم بأي عمل مهم وأن نخلد للراحة من وقت لآخر هذا التحويل مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ما قبل خلو المسار هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 7 و 11 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة ومعارفهم وبرضو بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة بشكل سلبي وبتقوي من شهوانيتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 7 و 11 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة 11 و 23 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و 23 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر بنتقل وبصير في برج الأسد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عنا طيلة اليوم المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب وغشاء الصفاق وبرضو عنا الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر أما بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا بما أن المريخ بشكل زاوية سلبية فإحنا منقول في فترة زوايا المريخ أنه عادة ما مننصح بالعمليات الجراحية وخصوصا للأعضاء اللي ذكرناها بشكل أكبر ولكن إذا كانت اضطرارية هاي العمليات فما فيها أي مشكلة يحاولوا بس الأشخاص اللي بيأخذوا مميعات أو أمور إلها علاقة بالقلب والشرايين ينتبهوا بشكل جيد في هاي الفترة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل ولكن رغم أني ما بنصح فيها برضو لأنه نسبة نجاحها ما بيكون بالقوة إلا أنه ساعة القمر بتعطي نوع من أنواع الإيجابية هذا اليوم أيضا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء ببدأ الساعة 9.36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبينتهي الساعة 12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش بعدها القمر بانتقل لبرج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره 23 يوم في تمام الساعة 11 و35 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بصير عمره 24 يوم نسبة الإضاءة 37% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيدة بنسبة 30% الآن في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 60% القمر في السرطان وبدو ينتقل لبرج الأسد ورح يظل في الأسد ليوم 10 عشرة الآن هو سعيد بنسبة 45% في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 30% عطارد في الميزان حتى يوم 22 عشرة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 منتحس بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 عشرة منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27 عشرة منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً كمان اليوم رح تنهمكوا بيمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهمش أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصصوا فترة من وقتكم عشان الاهتمام بمتطلبات البيت والعائلة الجو العام في نوع من أنواع الضغط والمسئولية خلال هذا اليوم ممكن تكون اليوم على موعد ارتباط أو عندك ارتباط مهم ما بيجوز الفشل فيه وأيضاً في مصاريف منزلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وحاولوا أنك تكونوا أكثر صبراً على الطرقات هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان وبتتمكنوا يعني اليوم تقنعوا أي شخص لأنه عندكوا طاقة فكرية وجسدية كبيرة جداً دافعوا عن مبادئكم ولكن بليوني ودبلوماسية ما تحاولوا تفرضوا رأيكم على الغير انتبهوا لكلامكم وأحفظوا خط الرجعة بإمكانك أنك تتمم اللقاءات والاجتماعات وعندك عمل مفيد وبإمكانك تتخذ من خلال هذا اليوم بعض القرارات المهمة بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً اليوم في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي عادة من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية أهمش أنه تخففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات وبإمكانك أنك يعني هيك تحافظ على حالك لأنه ممكن تنجر في نقاش أنت بيغنى عنه خصوصاً بالوضع المالي فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولتقديم الامتحانات والمطالبة بحقوقك حاول أنك تمارس صلاحياتك اليوم بشكل جيد بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً اليوم أنتم مشحنون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم مش أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن اليوم تحققوا انتصار أو تظهر بعض المزايا الرائعة اللي بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاول أنك تستغلها طبعاً الطاقة اليوم منتازة جداً بتركز على بعض الأمور وبرضو من ساعات الظهر بصير الاهتمام إليه علاقة بالوضع المالي والقروض والديون وما يعني في صفحة جديدة أو قرار جديد رح تتخذوا هذا اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً اليوم الثالث على التوالي بسيطر التعب عليكم حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة اليوم بيكونوا موليد برج الأسد مرهقين قليلاً وعندهم قليل الحماس قليل جداً ممكن أنك تنتظروا جواب اليوم ما رح يتم إلا إذا في ساعات المساء المتأخرة الظروف فارغة وهادئة والأجواء يعني هيكي ممكن توصلك لمرحلة يعني الركود الكامل ما تستعجل في أمر عشان ما تخيب أمالك حاول تمشي اليوم هاد بأي طريقة أو بشكل روتيني يوم الغد الأجواء بتكون منتازة جداً برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً اليوم بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة حاولوا أنك تتجنبوا انتقاد أي شخص اليوم برضو اليوم بيحمل لكم فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم وإنك اليوم عندك القدرة الكاملة على التواصل البناء مع الغير ومن الضروري حجد الدعم والتأييد وحاول أنك تلعب دور بناء وإنجز كل الأعمال المهمة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي برضو ممكن هيكي بنتظر مسألة إلها علاقة بوضع شخصي أو مسألة إلها علاقة بالعمل اليوم في حلول لبعض الأمور أو بتتوضح لك بعض الأمور في نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة حاول أنك ما تجازف باستقرارك ومعنوياتك أو شخصيتك هدئ من روعك لأنه هيكي في نوع من أنواع التوتر خلال هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات مع أشخاص خارج البلاد أهم شيء أنك تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة وخصوصا في ساعات ما بعد العصر اليوم بتفرحوا لإنفراج لمسألة ضاغطة أو كانت موتريتكم أو مربكيتكم بالفترة الماضية فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر من المتاعب والوعكات الصحية بالنسبة لموليد برج القاوس طبعا اليوم بتنهمكم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض حاول أنك تسارعوا لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين لا تسمحوا للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحبة ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع وحاور أنك تعبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أي شخص برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة حاول أنك تبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم شركاء العمل أو العاطفة تعتبر هاي فترة متوترة فممكن تتورط في أزمة أنت بغنى عنها وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغيير نمط معين في حياتك أهم شيء أنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص ابعد عن المشاحنات والمشاكل أنه أنت الحلقة الأضعب بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من العمل دون إهمال صحتكم وحاولوا إنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زميل أو مع زبائنكم بمكان عملكم أي بتكثر اللقاءات الاجتماعية وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي بتكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها حاول إنك تكون حريص على عملك وباكر إليه عشان تقدر تتمم أعمالك بالكامل لأنه تدع من الغد القمر رح يكون مقابلك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم برضو الحظ بيدعبنكم وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا إنه اليوم تتفهموا وجهة نظر أحبائكم ولا تبالغوا بطلباتكم ولا تفرضوا سلطتكم عليهم اليوم ممكن تحتفل بإنجاز أو بانتصار وبتنمو بعض العلاقات وبتزدهر فترة مثمرة فيها كثير من الانشغالات والتحركات لكنها فترة فيها كثير من الحظ والنجاح والتقدم عشان هيك اليوم لازم تتحرك بكل المجالات عشان تستفيد من كل شيء وما ضيع عليك الفرص هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر